شهداء القوات المسلحة المصرية لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الإنجاز العسكري الجديد لمنظومة العسكرية المصرية أو التسليح المصري بكل الإمكانات دون أن نرفع قبعة من التحية لشهداء مصر الذين بزلوا الكثير من أجل حماية تراب هذا الوطن أكيد حضرتك دائما نقول إيه النجاح والتطور وإن البلد عشان تبقى قوية وقادرة وتنعم بحياة كريمة نعم بتطلب حاجتين بصفة مستمرة العرق والجهد عشان نبني وفي نفس الوقت شجرة البنى دي بتحتاج تطبحت التضحيات اللي لازم بتتم لصالح الحفاظ على نمو هذه الشجرة أو هذه البلد يعني فبقول أن التضحيات دي موجودة على مر طريق مصر برضو أبناء مصر ويمكن عندما نتذكر السنوات الأخيرة في التاريخ المعاصر لنا أن الشهداء في الفترة الأخيرة دي يمكن تعدى للمئة ألف شهيد من أيام الحروب اللي تمت مع الجانب الإسرائيلي ده دول اللي بيخلونا معلش بقول إيه إحنا النهاردة بنعيش الحياة اللي فيها الاستقرار دي مين اللي دفع التمن؟ أي مين اللي دفع التمن اللي خلينا نعيش في الأمن والاستقرار ده بس أقول لك حاجة دول بيبليهم تكريم كبير من الخالق سبحانه وتعالى في دنياهم وفي أخرهم لأن في دنياهم أحياء عند ربهم يرزع وفي دنياهم بيحملوا الشرف والعزة والكرامة والتقدير والاحترام من الكل وفي أخرهم الخالق سبحانه وتعالى بيقدرهم أعلى تقدير في مصاف يمكن الأنبياء في تكرمهم فبقول دول النموذج القدوة والمسج القدوة والنموذج اللي بيدهلنا من آن إلى آخر ولكن هتجدي مثلا عشان نخلص للجزئية دي نجد كلمتين دايما بنقولهم في القوات المصلحة النصر أو الشهادة نعم يعني شوفي في الآخر نقول ليه يا إما النصر يا إما الشهادة يا إما نؤدي اللي علينا وننجح ونحافظ على بلدنا إما نستشهد لنا في النهاية تسوي الكرام أيوة نستشهد في سبيل إن إحنا كيف نحافظ على بلدنا فدول العظماء الذي لا ينساهم التاريخ نعم العظماء وعي الشعب المصري إلى أي مدى تعول عليه في أيضا نجاح المنظومة المتكملة اللي داخل المصر بشكل عام سواء فيما يتم من إنجاز أو فيما يدركه من حماية لأمنه القومي لأن الأمن القومي ده مفهوم كبير وشامل ويجب أن يعيه المواطن حتى البسيط هو هدخل الحقيقة في المدخلين المدخل الأول عشان نبسط الأمن القومي عشان يبقى زي ما عدرك بتقولي كده إيه ما يبقاش متشعب أو بحيث القدر على استيعابه بتبقى إيه مش صعبة إيه الأمن القوم إزاي نقدر نحمي بلدنا من أي اعتداءات خارجية أو داخلية خلاص ونوفر مناخ في أمن واستقرار لكي ندفع بعجلة التنمية اللي ستؤدي إلى أن نعيش حياة أفضل يعني شوفيه ببساطة شديدة كده عشان تبقى الأمور إيه واضحة من هنا بقول بقى عندما يكون الإنسان على درجة من الوعي حاسس عارف الوعي يعني أنه عارف وعشان كده بقول لحضرتك أنا متذكر كده مع نفسي الحقيقة منذ التحول اللي تم في السنوات الأخيرة ده كان كل اللقاءاتي مع الإخوة الزملاء يعني في الإعلاميين كنت أقول له الوعي الإنسان دايما بيبقى عدو جهله فلما حضرتك بيبقى لديه درجة الوعي ما فيه ناس كتير دي أسألك كده هل النهاردة الإنسان المصري في درجة وعيه زي ما كان من خمس سنين لا أكيد اختلفت لأن ما مر به من أحداث نمى نمى الوعي أو الشفافية أو الحقيقة حد يعرف يضحك عليه إذا ما كان بيحاول يضحك عليه من سنوات ماضية بعتقد لا وأخذ بالحضرتك إذا الوعي ده المفتاح ده اللي بيفتح أو ييفل زي الباب وصمام أمان صمام أمان طبعا بقول لحضرتك المفتاح صمام أمان عند كلما ازدادنا وعيا كلما كان لدينا الثقة في أنفسنا ولنا نستطيع الأطراف الأخرى أن تؤثر علينا والعكس صحيح ومن هنا بنقول أن كلمة الوعي ده هدف رئيسي وجوهري في كل ما نتحدث عنه وفي كل ما نفعله وفي كل ما نؤديه لاجب أن نكون درجة الوعي على درجة عية ومستمرة نعم